فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أعمل في مكتب للدعوة وتوعية الجاليات وننظم في كل عام دورة علمية ندرس فيها كتب العقيدة والفقه والتفسير ولكن هذا العام اقترح علينا بعض الدعاة أن لا ندرس العقيدة بحجة أنها أصبحت واضحة ومكررة حيث تدرس لنفس الطلال منذ ثماني سنوات اتركوا هذا هذا من الدعاة الضلال الذين يريدون طمس العقيدة ويريدون إماتة العقيدة هذا من دعاة الضلال لا تتركونه معكم في الجمعية أبعدوها